اشتركوا في القناة وقد ألقى سعادة وزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية كلمة أكد فيها على ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمواجهة الخطاب المتطرف ومراقبة خطاب الكراهية وتعزيز وحماية حرية الأديان والمعتقدات وقال سعادة وزير الخارجية إن مملكة البحرين كانت على مدى سنوات منارة للحرية الدينية والتعدد الثقافي مشيرا إلى أن دستور مملكة البحرين يكفل هذه الحريات وأن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه تؤكد على أهمية تعزيز السلام والاستقرار كمسار لمزيد من الازدهار والتنمية ليس فقط على المستوى المحلي ولكن في المنطقة والعالم ككل وقال سعادة وزير الخارجية إن البحرين تعتز بتوقيعها على اتفاق مبادئ إبراهيم باعتباره إعلان سلام وتعاونا يفتح الطريق أمام إقامة علاقات دبلوماسية بناءة مع دولة إسرائيل كما قال سعادة وزير الخارجية إن مملكة البحرين أكدت التزامها بضمان وحماية وتعزيز الحرية الدينية وجددت إيمانها بإهمية الحوار لمواجهة الخطابات المتطرفة لتظل البحرين رائدة في التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط ككل وستواصل جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الوطنية لنشر ثقافة التسامح والتعايش والازدهار من أجل تعزيز الوئام بين شعوب ودول المنطقة